تم تهريبنا لنصل أوروبا لدول حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى أوروبا ودول حقوق الإنسان هذا ما قاله هؤلاء أثناء تسجيلهم لهذا المقطع كانوا عرباً ويمنيين محتجزين في الجزائر خلال رحلة هروبهم إلى أرض الأحلام جميعهم هنا محتجزون لا يعلمون أين ولمع محمد الأهدل الصحفي الذي غرق أثناء محاولة هروبه مؤخراً كان بينهم وكانت النهاية أن غرق القارب الذي كان يقله ورفاقاً ووجد جثة هامدة ليست قصة منفردة بل واحدة من أخر تتكرر في الجزائر وليبيا وغيرها من دول العبور بحسب موقع المصدر أونلاين الذي عنونا تحقيقه عن مأساتهم بالهروب من الموت إلى الموت شباب يمنيون تلتهمهم الصحاري والبحار التحقيق الذي أورد شهادات لناجين وإحصاءات السفارات اليمنية وسلطات دول عدة سلط الضوء على واحدة من أسوأ أزمات الحرب وأكثرها مرارة أن يضطر شباب للمجازفة بحياتهم في مغامرة تنعدم فيها النسبة الأدنى للنجاح مقابل أخطار تكاد لا تحصر منها ما قصه عمري سويلح وهو أحد اليمنيين الناجين عن إجبار المهرب لهم على ركوب قارب يحمل 130 بدل 20 شخصاً خديعة تسببت بغرق وحرق من كان في القارب ونجات 25 شخصاً فقط بأعجوبة بينهم سويلح التحقيق أوضح أن الطريق إلى أوروبا ليس معبداً بالورود وأوضح أيضاً أن التها والغرق ليس الخطرين الوحيدين الذين يتعرض لهما من يحاول خوض رحلة الهروب هذا فهناك عصابات تمتهن إلى جانب التهريب البيع والاغتصاب وفي أحسن الأحوال من ينجو من الموت لا تنتهي متاعبه فهناك من تقبض عليهم سلطات البلدان فيصبحون أمام خيارات صعبة فإن لم يختاروا العودة للبلاد طوعاً قد تنجح السفارة اليمنية بالتوسط لهم في البقاء في البلد كوضع مؤقت دون أي امتيازات أو حقوق أو ربما تستقبلهم مخيمات اللاجئين سيئة التجهيز لمدة غير محددة في انتظار قبولهم كلاجئين ونقلهم لأي بلد أوروبي وهي الأخرى رحلة قد تطول كثيراً خاصة مع وضع اليمنيين الذين لم تسمهم الأمم المتحدة ومنظماتها حتى الآن كلاجئين تدمر الحرب حظير الناس وتسلبهم مستقبلهم فتختفي الأحلام ولا يبقى سوى الحياة مطلب بل وفي أحيان كثيرة مجرد أمنية يصعب نيلها هذا ما تقوله شهادات الناجين وتصريحات أهالي الذين غرقوا أو تاهوا لم يعبروا رحلة الموت ترفاً جميعهم كانوا يبحثون عن وطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر